موسطى الجنوبية الشرقية وبحسب المصادر فإن التعزيزات تضم مدرعات ومعدات عسكرية قتالية ومدافع ميدانية ودبابات إضافة إلى العشرات من سيارات الدفع الرباعي المزودة برشاشات ثقيلة ومتوسطة الجيش الوطني أكد عبر الناطق الرسمي يوسف حمود وصول قوات النظام إلى المنطقة مشيرا إلى أن الجيش رفع جاهزيته القصوى واستخدم تعزيزات عسكرية ودعم جبهات القتال على جميع محاور المنطقة حمود أيضا أدى استعداد الفصائل العسكرية لجميع الاحتمالات القائمة بما فيها الرد على أي عملية عسكرية على المنطقة واستبعد بدوره أن تكون تلك التعزيزات تحضيرا لشن عمل عسكريا باتجاه مناطق ومواقع الجيش الوطني القريبة من منطقة الباب مرجحا في الوقت نفسه أن يكون الهدف منها تعزيز نفوذ النظام بصورة أكبر على المنطقة التي وصلتها التعزيزات على حساب الميليشيات الإيرانية وأيضا قوات سوريا الديمقراطية التعزيزات العسكرية للنظام تأتي بعد أيام من انتهاء جولة أستان الأخيرة في سوتيشي فهل ستشهد المنطقة تصعيدا عسكريا وتكون الهدف المقبل لروسيا والنظام أم أنها تحركات روتينية لا أكثر